ساعتنا الثالثة ثمانية وتسعة دقائق على موجاتنا الآن حديثنا مشيكون حول موضوع حياتي لأنه المسألة حياتية نقوله الماء نقوله الحياة وضيفنا في ذيف المتينال اليوم هو أستاذ جامعي مختص في الجيولوجيا في الموارد المائية مدير عام مركز بحوث والتكنولوجيات المياح سي حكيم بنتيني مرحبا بيك أستاذ أهلا وسهلا شكرا حكيم قبتني قبتني من بكري موش من بكري ملبي رحمل نسقنا اللقاء وانا مبارف على قبل ما في الآخر قلته غالط مرحبا بيك أستاذ حكيم أهلا وسهلا شرفتنا ونورتنا في استيديو نبيل بن ذكري الله يرحمه كنقوله الماء نقوله الحياة وانتي مختص في الموارد المائية قبل ما ندخلو التفاصيل مركز بحوث وتكنولوجيات المياح الموارد المائية في تونس اليوم دياجنوستيك قراءة عامة من مختص وأستاذ شكرا لك على الاستاذافة واسباح خير نسكل بالنسبة للموارد المائية نسكل تعرف تقريبيا أننا عنا نقص في الموارد المائية خاصة منها الموارد المائية السطحية لان عنا في الصدود متاعنا نسبة امتلاب 24.1% ذهي رقم متاع أمس صحيح فما بعض الصدود خاصة في الشمال الغربي أكثر شوية خاصة صد سيدي البراق اللي هو صد مهم ياسب بالنسبة للماء الصالح الشراب اللي يوصل 37% إذن أفضل بقليء لكن الإيرادات إيرادات نحن نضم الصدود نضم إيرادات سنوية ماذا جينا من الأمطار الإيرادات بالنسبة للسنة الحالية يعني من سبتمبر 2023 إلى الآن إيرادات في 650 مليون متر مقعب والسنة اللي قبل الإيرادات في 690 مليون متر مقعب أفضل بقليل لكن كنشوف المعدل إيرادات اللي يلزم تجينا معنا المعدل ما نشوف ناخذ إيرادات القصوى المعدل هو 1.8 مليار متر مقعب معنا عندنا نقص 1.1 مليار متر مقعب هذا واضح أنه عندنا نقص كبير في المياه السطحية باي أما كنحنا نحكيو على المياه عن المياه السطحية وعن نزيد المياه الجوفية بدون شك هل أنه مش نتفديو النقص هذي نجموا نمشيو نحو المياه الجوفية وهي زادة تشكو من النقص ولا نجموا نعملوا عليها عنا الرزارف معناه هذا هو أحنا ملحوص نحظنا أن تونس جيولوجيا هي بلاد تسمى تراثبية يعني حصة تراثبات جيولوجية في الأعماق خاصة نراملية وكلسية هذوما هم خزنات تعميها جوفية استغلناه وطم حتى الاستغلال من عهد الرومان ما نفهمها أبار من عهد الرومان باش نشوف الآن مع نقص المياه السطحية اكثر الاستغلال وصلنا لثلاثة مليار متر مكعب استغلال في سنة 2022 هذا الرقم الرسمي يعني إذا نقول أنا عندي في 2022 في المياه السطحية في السدود واحد مليار متر مكعب قاعد نستخل في ثلاثة مليار متر مكعب من المياه الجوفية والاستغلال برشا برشا يعني هذا يمكن نحن نشوفه خاصة السدود لكن ثلاثة أربعة عن المياه المستغلة في تونس هي مياه جوفية بطينية يعني غير مرئية لذا مراقبتها مهمة وهذه البحوث نحن نقوم بها الراقب والمياه الجوفية هذه وتقريبيا الأرقام الرسمية أنا فهم استغلال بـ 150% من المياه الجوفية العميقة و بـ 120% بالمياه الجوفية السطحية يعني مش عميقة برشا شاقربوا صورة للمواط خدك يسمع نحن نستغلوا 120% ولا 150% يقولك كيفيهو كي نستغلوا 100% موتوفة فما بالك نحن نستغلوا أكثر من اللي عنا كنقولوا جوفية ساعة على عم قديش مش توالي جوفية وديما من اللي نحن صغار يقولوا قد ما تحفر قد ما يطلع الماء ما نهي قد ما نمشيو في الأعماء قد ما يطلع الماء نعرف اللي انتي عندك الكوتاي سيونتيفيك ما إنا ديما خمم في المواطن العادي البسيط اللي تسائل هالمياه الجوفية هذي إذن يخذوا منها 150% كاملنيهم دخلنا في الروج بمنطقة البنوك سؤال مهم ياسف هذه المقاربة هي مقاربة عالمية كيفاش نعطي على أرقام هذه هو الاستغلال باش يكون متوازن حسب التغذية السنوية بالأمطار لهالمياه هذية العميقة هذية والمياه الجوفية إذا التغذية هذية مثلا نقولوا مئات مليون متر مكعب في سنة وانا نستغل 200 مليون متر مكعب يعني أنا كإني في رصيد بنكي وقعد يكون فما السحب من رصيد البنكي في الروج قولوا إذن شو بش يحصل هذية بش يحصل تدني المستوى الميدة المائية وإحنا فما مناطق كما القيروان مثلا تقريب نفقده 2 متر في مستوى الميدة المائية سنوية من هذا على 10 22 متر إلى آخره هذا النقطة الأولى فما مناطق أخرى كما مثلا الججار مناطق في زغوان نفقده نوصله حتى 20 متر في السنة معناها أرقام مفزعة يعني ها من هني العاشرة سنين والعشرين سنين القدام بش نفقده برش بش نفقده برش ومع العلم أن تقريب ثلثة كميات تعلميها الجوفية اللي قاعدة تتسحب هي بطريقة غير رسمية وغير مرخص بها يعني هالأبار العميقة يعني فماش طاقة في المياه الجوفية خاطر هي طوهية اللي قاعدة تحاول تعاون فينا المياه الجوفية هذه أحنا في الدراسات اللي قمنا بها ونمد بها وزارة الفلاحة وخاصة لإدارة العامة المورد المائية مشكورة على تعاونها والمد بيت الجهوية طو نمد في الدراسات اللي قمنا بها ثم بعض المناطق اللي مزال فيها إمكانيات في المياه الجوفية منطقة قفصة شمالية منطقة مجب العباس فما عديد المناطق اللي فيها إمكانيات حتى في الجنوب فما بعض المناطق في الذهيبة رمادة المنطقة هذيك مزال فاها إمكانيات طيبة بالمياه الجوفية احنا شون الاقتراح فما موارد جوفية نجم نصغلها تو وفما مناطق أخرى يزب إراحتها وهذا شنو يعني تغيير خالطة الفلاحية خالطة المجبور يزمن غير وعلى أساس شنو نختار وانه هما اللي نستعملوهم بالنسبة للموارد المائية معناها الجوفية اللي مش مستنسفة ما فاتتش 80% من الاستغلال هذي النجمو نستعملها والأخرى يتم إراحتها مؤقتا وفي الوقت نفسه في فترة الفيضانات اللي هي احنا ما فماش إمكانيات موارد مائية سطحية صحيح يزم تحويل بعض الموارد المائية اللي كان تمشي للبحر هباء يتم شحنها استناعية لما يسمى شحن استناعي فالموارد الجوفية هذي كيفاش يتم شحنها استناعيا؟ يتم شحنها عن طريق أحواظ أو عن طريق الآبار مباشرة يتم شحنها الموارد المائية فما الدراسات مثلا مثلا الميدا المائية تعرس الجبل مثلا هي منطقة مهمة يسرفها زراعات البطاطة بصفة كبيرة هذه منطقة متضررة بتسرب مياه البحر عليش خد فما استنزافة كبيرة؟ إذا نعملوا ضخ استناعي للمياه السطحية الزايدة عن نصاب وقت فترات الأمطار نجموا نعدلوا هالميدا المائية هذية ونرجعوا لها التوازن تاحها في ظرف 10-15 سنة يعني فما مواد مائية يجب أن نحافظوا عليها وفما مواد مائية نرجم ونستعملها نحن تواعينا فاصل إشهار يوم بعد نرجع مش نتعرفوا معاك على مركز بحوث وتكنولوجية المياه إشهار الضوء حاجة ضرورية طاقة تنور حياتنا تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا الضوء يعطينا البرود ويخدم ألها تنستحقوها يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبتاراتنا هذك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكوا ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها في الصيف نعدلوا لكليماتيزاغ على درجة معقولة ونسكروا شبابكو الببان ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآراد الاستهلاكها كبير وقت الضروة ملحداش متاع الصباح حتى اللرب عم تلعشية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيف السنة استحفظ على طاقتك تربح راعتك مرأة أخرى كل صباح الخير المسمعين لكل نجد وتحييتنا لسي حكيم هو مدير عام مركز بحوث وتكنولوجية المياه معهو أخذينا فكرة على المائدة المائية متعنا الموارد المائية في تونس المياه السطحية المياه الجوفية ماذا استغلالها اليوم نجيو المركز بحوث وتكنولوجية المياه المركز هذي شنو دوره شنو مهامه البحوث اللي قاد يقوم بيها أهمية أنه يعطي اليوم حلول علمية العلم كيفاش نجمو نوظفوه لحسن استغلال مواردنا المائية ولي تحسينها في سنوات القادمة ولضمان الماء للأجيال القادمة نبدأ بالمركز فيه مجموعة من الباحثين تقريبا 74 باحث 5 مخابر بحث ومزيد من التفاصيل من عندك صحيح مركز بحوث وتكنولوجية المياه موجود في الظاحة الجنوبية تونس العاصمة في منطقة برج السدرية والمركز هذي هو المركز الوحيد المتخصص في المياه ويشتغل فيه خاصة المياه السطحية المياه الجوفية وأيضا المياه الغير تقليدية يعني المياه المحلات وأيضا المياه المستعملة اللي يلزم رسكلتها وهنا المركز يقدم بحوث البحوث العلمية تكون في إطار مشاريع وطنية ومشاريع دولية ويعتمد خاصة على الشباب وكفاءة الشابة في إطار تحذير رسالة الماجستير والدكتورة يعني سنويا تقريبا 60 طالب في إطار الماجستير والدكتورة والدكتورة الموارد المائية بالله مش نقف على كلمة قلتها المياه المستعملة ومياه التطير خطر بكري حكينا على الموارد المائية وعطينا السطحية والجوفية ومتخلنيش في المياه الأخرى اللي يستعملها التونسي اليوم قد نسبة استعمالنا للمياه معنيها سواء المياه المحلات من البحر أو المياه متاع التطير اليوم كيفش نعالجوها هل أنه نجمو نطورو الطرق متاع المعالجة متاحة هو حديث معك دو شجون برشا ديزاكس معنيها مش حكيو عليهم صحيح هو بالنسبة للمياه المرسكلة هو طوي قطاع مهم ياسر وفما معناها عديد الدراسات اللي قمنا باها باش نعطوا حلول لرسكلتها المياه وتطهيرها بطريقة تكون ناجعة ونجمو نستعملها الأشكالية ما هيشة في كمية المياه كمية المياه موجودة هي 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه التطهير لكن يزم هتقول في المواصفات التونسية للاستعمال في الفلاحة وبين قوسين هي الفلاحة حاليا المرخص لها هي الفلاحة العلفية خاصة شنور المواصفات التونسية ما قلتش المواصفات العالمية انت liked المواصفات التونسية مش فتونسية اللي معناها تقريبا هي كما المواصفات العالمية أي بلاد عندها مواصفات تاحة المواصفاتها خاصة مواصفات ميكروبيولوجية في الخصوص هذا خاطر ما هي مياه هي سطحية أو جوفية نظيفة هي المياه هذه يجب تطهيرها خاصة ميكروبيولوجية لا يجب تكون فيها جارة فيها لذلك المعاجلة تاحة هي المعاجلة المتميزة وليس تكون إفكاس هي المعاجلة الثلاثية لكن ما هيش المحطات كل مجهزة بالمعاجلة الثلاثية أغلبية المحطات هي معاجلة ثنائية وإحنا شنو نقترحه نقترحه أن نجم نعمل معاجلة أخرى معاجلة صديقة للبيئة بالنباتات في الأحواذ هذه وتعطينا نفس نفس المواصفات ونجم نستعملها بأقل تكليف وخاصة في المناطق الريفية خاطر اللي يسمع ويتسأل عليش نحنا موثلاثية المعاجلة متعنا ثنائية كهو فما إمكانيات يزمرز إمكانيات عندنا 125 محطة تطهير وأغلبية المحطات ما هيش في المواصفات على خاطر فماش معاجلة ثلاثية كافية تتكلف إمكانيات معناها إمكانيات يعني نرى ونحكي معناها المتر المكعب مش نعالجوه تعلميه المستعملة متر مكعب بيمشي فام التونسي يقولوا ده بوزة بويترة مش نعالجوها من الميه المستعملة قد يش تتكلف علينا تقريبا تتكلف تقريبا في دينار المتر مكعب وتنجب تتكلف حتى أكثر معنا أنت إذا مش نعمل معالجها ثلاثية متميزة بدون شك كيما تتكلف علينا معالجة المياه حتى المياه السطحية والمياه المياه الشرب كيف كيف هذه الزادفها تكلفة معنا التكلفة انتاحها في حدود 850 معناها مليون من المتر مكعب زادفها في تكلفة مياه التطهير أكثر تكلفة بشكون أكثر تكلفة وانتي والمعالجة اللي مش تعملها معناها فما بلدان أخرى وصلت تعالج المياه هذه للشرط بشتعرف معنا كنشوفوا احنا حتى المحطات اللي موجودة الفضائية اللي موجودة اللي زاسترونوت كي يخرجوا إلى آخره بو يعاودوا هما فما روسيكلاج تعلماء احنا زادا نقترحوا في مركز بحوتو كنجد المياه للصناعيين أيضا خطر قطاع الصناعة يستغل زادا في كمية من الماء واحنا الاقتراح أنه يعادة تدوير المياه عجيز المرات في المصنع قد يستغلوا ماء خاصة مع معامل جينات يظهر يستغل وهيك نقارنها مع الفلاحة يعتبر ما يستغلوش إذا مش نقارنوا مع الفلاحة اللي هي ثمانين في المياه من الاستغلاء وثلوتاش في المياه القطاع المعناها الاستعمال المنزلي والباقي للسياحة والصناعة لكن كل قطرة ما مهمة في تونس يزم الاستعمال الرشيد للمياه كيف كيف المحطات زادا السياحية يعادة استغلال المياه هذه المراسكلة لسقي لتيراندوغولف مثلا إلى أخير هي هذا يكون الاستغلال يكون رشيد معنا كل قطرة مهمة نحن مش نمشي للحلول العملية انتم كأسيد كخبراء شنوى الحلول المقترحة اللي تكون في نفس الوقت صديقة للبيئة ما تتكلفش علينا امكانيات مادية عالية وايضا تكون فيها تقنيات معناها اللي نحن قادرين عليها كتوانسا شنوى النجمونا عملوا اليوم حسب البحوث متاعكم احنا طويقة بالنسبة للمركز متاعنا خلينا القطاعات كل اللي تهمنا بالنسبة للمياه بالنسبة للمياه الجوفية تمت عديد دراسات على موض تقريب عديد دراسات على المواد المائية وتم اعداد خرائط فهناهي المواد المائية الجوفية اللي يمكن استغلالها في أبار عميق من خمسمائة لألف متر فهما مخطط وطني استراتيجي بالشراكة مع وزارة الفلاحة لدراسة المواد المائية باش نجمو نعاونوا بها خاصة وقت نقص المياه السطحية هذي المياه استراتيجية مهم يلزم نعرفها ويلزم تكون موجودة عنا دراسات باش نجمو نستعملها إذن هذي من الدراسات موجودة وفي نفس الوقت تغذية المياه الجوفية والموائد المياه الجوفية اللي اتذرت نوعا ما وما هيش متوازنة وإلا فيها تسرب لمياه البحر خاصة بمنطقة الوطن القبلي والساحل ومنطقة بنزارة تغذيتها كيفية مياه الأمتار تغذيتها استناعيا بمياه الأمتار ووقت الفيضانات هذي الاقتراح بالنسبة كثرة البني وتقليل من المناطق الخضراء والمساحات الخضراء بدون شكل يأثر هذا يأثر برشا يأثر برشا يأثر برشا بدون شكل التغذية يأثر معنا فيما مناطق احنا في الخرايط بتاعنا فيما مناطق هي مناطق تغذية طبيعية للمياه الجوفي تم تشييد فيها مناطق سكني هنا هذي اشكاليات كبيرة ياسر لذا في المستقبل تواذي حصلت المناطق السكنية هذا من الاقتراح معناه ينزم حتى في تشييد هالمناطق السكنية يأخذ بعين الاعتبار مناطق التغذية الطبيعية بالنسبة للمياه السطحية المياه السطحية قمنا بالدراسات وكما المخطط ايضا الوطني اللي موجود متاع ماء الفين وخمسين لإحداث سدود نوع جديد من السدود وهي ما يسمى بسدود بطينية مشاكيك المال يفهم ما يتبخر يعني أني نحصر الماء في ماء دمائية نستحفظ عليه ونستحفظ عليه هنا مش نقلل من نسبة التبخر احنا مسينا في السدود كما نعرفها كل السطحية وهذا اقتراح فهم تقريب مئة موقع في تونس اللي نجموا نمشوا فيه بدون شك انا ازمها امكانية مادية لكن مع قيمة الماء والأمن المائي متاعنا نظن ان هذه اولوية الاولويات قدش تتكلف حسب الدراسات متاعكم والحلول المقترحة منكم على امتداد عشرة سنين نخدمه مثلا نحن لأنه هذه استراتيجية تتعمل استراتيجية فهمة الالفين وخمسين قدش يلزم الدولة توفر اموال لتحقيق الخاتجي هذا من هنا الالفين وخمسين تقريب في ثلاثة الاف مليار سنويا اذا نحب نوصل الالفين وخمسين عنا التوازن ونحافظ على المام بتاعنا ويكون فهمة امن مائي للاجيال المقبلة لكن نظن انه مدام هدفه اولوية كبرى ناس كل النجم انتعاونوا فيها باش نحقوا الاهداف هذه حجمهم مهما ياسف مدام يسر الشاب في تفاعل معنا لأن المستمعين قادرين يتفاعلوا معنا عن طريق صفحة رسمية الاذاة الوطنية تقولوا علش ما تحكيش على السدود العشوائية اللي عملها البلد الجار بطريقة همجية في خرق تام للمعاهدات الدولية وهذا فيما يتعلق بواد مجردة بالنسبة لواد مجردة أنا معناها هذه فهمة تنسيق أنا نظن بين تونس والجزائر في الموضوع هذي بالنسبة ل موضوع هذي اما احنا بالنسبة للسدود المتاعن اللي موجودين عنا ارادات احنا كان جد فهمة الامطار نجمونا نستقبل حتى 2.5 مليار متر مكعب في السدود المتاعن لكن عنا فقط 0.6 هذه الاشكالية الاشكالية خاصة الامطار أنا نقص في الامطار لكن احنا فهمة حل قاعدين ناخد مواليها حاليا ايضا خاصة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والإطارات المتاعها على مقاومة هالتبخر في السدود والمسطحات المائية اللي موجود قاعدين نقوم بتجربة باشراف الأستاذ هيكل السلامي الان لمحاولة التقليل متبخر احنا توسمعنا رقم تاع 650 الف متر مكعب يوميا متبخر 650 الف متر مكعب من المية تتبخر يوميا تتبخر يوميا برشا فماشي حلو باش نقص منها فمحلو نشوفوا احنا شموجودة تجارب في العالم في استراليا في جنوب افريقيا في الشيلي في مناطق اللي فيها ترتفع الحرارة بسيفة كبيرة بدون شك في مناطق اللي مفيهاش حرارة كبيرة فماش اشكالية ونجم نحطوا معناها دي برودوي موجودين وتكون هما دي برودوي بدون شك انه تكون وزارة الصحة مرافقة لها دي برودوي هادومة وبيو قاعدين نخدموا عليه ومهم ياسر وان شاء الله تكون فهمة الامكانات اللازمة باش يتطبق هدايا نبدو نتطبق حتى بعض البحيرات الجبلية صحيح التطبيق مخبري لكن يزم يمر من المخبر الى التطبيق الفاعل معناها اللي نفهم من كلمك انه انتوما كخبراء واساتذة يوميا قاعدين تخدموا على مشكلة المياه في تونس وتقعوا في خلول بديلة لكن الحلول هذية شنو يلزمها مش تتعمل على ارض الواقع ثم تتعاملوا مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الفلاحة والموارد المائية كل مرة تقدموا بحث ونتقجوا وتعطيوا خلول تعطيوا البديل التعامل والتفاعل كيفاش يكون هل انه مش الخلول هذية تتطبق حاجة صعبة برشة اليوم في بلدنا لا مش سعيبها برشة مالشنا واليمنعنا مش انا رايز منكونوا متفاعلين الوضع هذية وبصفة عامة هو البحث العلمي الحلول متاعه تولي فها اكثر اهتمام وقت تفهم ازمة ونا طوعنا ازمة في نقص الموارد المائية هذية لذا توحان الوقت باشي البحوث هذية تتطبق على ارض الوقت صحيح انه يزم امكانيات مادية بدون شك كذلك لتطبيقها لكن نجمه انا رايي انا نجمه نوجدوا الامكانيات المادية الانجم يكون فما صندوق وطني في مجال المياه فما حلول اشنو العاجل اللي نجمو نبدو به العاجل اللي عنا استكشاف مورد جوفية جديدة الحد ما تبخر في السدود هذية باش نحافظ على كمية من مياه خاتتوق في انتظار ان شاء الله يجينا موسم امطار عادي خاطر طول الفترة انتع الجفاف سيفة كبيرة ربما فما فترات اللي نجمو نوصل الاثين مليار متر مكعب في السدود متاعنا هنا اتوالي امش كلي كبير الثالث ما عناش خيار اخر الا المواصلة ايضا في تحليط مياه البحر بدنا في تحليط مياه البحر وصلنا جربة خمسين الف متر مكعب في اليوم وعن الزارات والسوسة والسفاقس النجمو نوصل المائتين الف متر مكعب في اليوم هذوما ينوصل وهذوما معناها كمية مهمة من المياه هذه مش تغطي النقص متاع المياه متاع الشمال خاطر راو كما نعرف كل مياه الشمال توصل حد الاسفاقس والسوسة هنا مياه تحليط مياه البحر مش تنقص الضغط على مياه الشمال هنا نجمو نستعملها ونرجع شوية الفلاح متاعنا ونحاول نعاون قطع الفلاحي قد تزد قطع الفلاحي قطع مهم صحيح يجب تغيير في الخارطة الفلاحية لكن ما يجبش ننسو أن الأمن المائي والأمن الغذائي مرتبطين ببعضهم القرارات ومعنش السلطة ومعنش الاستراتيجيات كيف من جانبنا نجمو نحافظ على مواردنا المائية كيفش نرشد وسلوكنا كيفش نستحفظ على الماء هذي اللي هو الحياة ربما ما فينا يش كون مشواعي مش في بيل ولي تلي لباس وما تصير فيضانات في تونس كتصب شوية متار عن الماء لباس الوضع مختير كما في العالم كل قد ما تزيد الحرارة قد ما يزيد بخر الماء قد ما نزيد ونستهل كل الموارد المائية بتاعنا قد ما الأجيل قد ما تكون في خطر شنو يجب المواطن يعمل مش يحافظ على الماء اليوم بدون شك هو المواطن يجب يحافظ على الماء هذه ثروة والثروة هذه في السلوكات اليومية يجب نحافظ على الماء بقدر مهم جدا وأيضا زاد نحب زاد نعرج على نقطة مهمة خطر وزاد من ننسوش أننا عندنا ذياع في الماء وعندنا أيضا نهب في الماء في القنوات سمعتوا ناس كل بعض الأحداث في الحقيقة هذه من نهب هذه أحنا تقريبيا في مياه الصناد معنا بين المياه اللي توفرها الصناد والمياه اللي في الفاتورة فما ثلث تقريب بالمياه ضايع أو يتم نهبها بطريقة عشوائية بطريقة هذية هذه أشكالية كبيرة يزمنا نعالجوها أيضا في المناطق السقوية روما ننسوش أن 80% من المياه ما يشال فلاح والمناطق السقوية هذية نجد توصل 50% ذياع هنا زاد كيف كيف يزمنا نحاول نصلح ونلقو الحلول باش الرزو هذية نتعلمي هذية يكون نسبة الذياع تقريبيا العالمية المتوافقين عليها هي 15% من نجمو جوز 50% هذية معناها رقم مفزع يزمنا حلول صحيح أنه يزم إمكانيات مادية لكن أنا رأي أن هذا جاء الوقت وفم التقنيات موجودة وفم التقنيات حديثة للمراقبة رقمية بقياس مثلا التسربات أو الضخق موجود نجمو نعرف فين هذه المناطق موجودة لذا يزم برنامج وطني للإصلاح وما يزمش التغيير قليل تعرف عنا 55.000 كيلومتر من قنوات متاع مياه صنات وعندنا 500.000 كيلومتر من قنوات في المياه في لح هذو ما نشوف قده الضيع اللي فيهم يزم مراقبتها باش نحدوا من المياه معنا حتى كمية المياه الموجودة حاليا إذا يكون فما الترشيد للاستهلاك من المواطن وأيضا وخصوصا من المشرفين على القنوات هذه فما برنامج واضح على مدى متوسط كنوا وقيعيين متوسط يعني عشرة سنين عشرة سنين خمستاشن سنة هنجم ونحاول ونعمل برنامج باش نصلح ونحط الكفاءات الامكانيات ونحب نعرج وفما كفاءات موجودة في البحث العلمي وفما متحصلين على الدكتوراه الآن و ما نش مشغلينهم هذوما نجم يفيدوا راو كما لمطر تفيد في كل مكان العلم يفيد في كل مكان اكيد انا رايز نحاول باش نستقطبهم هذوما ناس وانا متكونين تكوين متميز في تونس ولا في الخارج ينجم يفيدونا يزم نفتح لهم الافاقرة ونجم نلقو حلول خاصة في قطع المياه يزم نحط الامكانيات الكل كان معملنا شيء ووصلنا بالوضعية اللي نحن عليها الماء اللي عنا اليوم في بلادنا الموارد المائية اللي في بلادنا من سطحها الجوفية المستعملة المطهرة اللي اللي نعالجوا فيها غيره قديت نجم كفينة معناها قديش نجم من سنة يكون عالنا إذا ما عملنا حتى شاي اللي كنت تقول فيه احنا شو بالنسبة اللي خطرتو قاعدين نعملوا في حاجات فما محطات تحليط مياه البحر فما بعض الحلول هذوما موجودين صحيح في امتاكل كبيرا بالنسبة المياه الشرب إذا نمشوا في محطات تحليط مياه البحر النجم نوفروا مياه الشرب تكون موجودة بسفة عامة تكون موجودة المشكلة الأساسية تولي هنا في المياه للفلاح هنا عنا أمن غذائي زاد لذلك ما ننجم نوفر له القطاع الفلاحي الماء اللازم لذا هذا ما يزم الحلول السدود البطنية الحد من التبخر إيجاد وزادة كيف كيف أنا فما ربط بين السدود مزال فما برنامج اللي ربطه السدود باش نجم نوصل للجنوب وقت الفياذانات أيضا تغذية المياه الجوفية واستصلاحها باش نجم نخلي الأمن الغذائي متاعي موجود خطر تونس عنا ميزة احنا الفلاح نتاعنا مهم ياسر ملزم مش ننساها مننسوش الفلاحين أنه يلزم نوقف معهم طوى خطر وقت شد ولذا الحلول هذية أنا رأي نجم لكن يزم الإمكانيات تكون موجودة اهمت آخر سؤال أنتم عندكم الخريطة المائية متاع البلاد الكل من شمالها الجنوب أن هي أكثر منطقة في خطر في مستوى الموارد المائية اليوم هو من نجم شو نقول احنا عنا منطقة في خطر علش منطقة في خطر خطر نظام في تونس تعمل أنه يربط تقريبين المياه النس كل وبقاء كان منطقة الجنوب كما بن جردان أو قابس لم يسلل مياه الشمال لكن حلول بالمياه المحلات أما المياه المحلات مياه البحر لكما ننسوش رو عنا بعديد المحطات لتحليط المياه الجوفية هي يبيدها فما بعض المياه حالي قاعد لذا كان نحسب أحنا مثلا في الجنوب بالنسبة المياه الجوفية موجودة بالنسبة كبيرة زوز أثلاث المياه الجوفية في الجنوب عليش ميلا فما بلايس ديما يقص عليها المياه يقص عليها المياه هذي الأسباب اللوجيستيكية فما نظام الحصاص في بلايس معين أو بلايس ليه عليش فما فما الضخ فما كبيرة أما التو مشبوري معناها تو إذا نشوف وإحنا خطر مرتبطين بمياه الشمال خاصة بالنسبة المناطق اللي فيها تعتمد في مياه الشرب على المياه الجوفية لحد الأمث هم الشكاليات الأشكاليات اللي تحصل تحصل في في عملية الضخ أو السحب على المياه يعني ولا قطع الكهرباء رو مرتبط حتى هذي يكون المرتبطة بعض معنا فما أمور اللوجستيكية إذا ما تتنظم أكثر تكون دي ما فما حلول باش أي حاجة ترأ ولا إشكالية اللوجستيكية تحصل إذا ما يكون التعويض في أقرب وقت من قعد وش نستنى مثلا محرك ولا تتحرق في بير مثلا مش تقد تستنى فترة تقع ثلاثة أربع أيام ثلاثة أربع أيام مش تقطع الماء ورغم أن الماء موجود في البيرة هذك هذي أشكالية وكيصير فويت ولا يتصير بان ماذا بنا ما خليوش الماء يجري هكيك أيام يتفشير يبدأ أذية ثروة يجب نحافظ عليها بالنسبة لبان هذو معناها أرقام كبيرة بالنسبة الشبكة تصونات تقريبين فما 22 23 1 1 بان في سنة هذو يبين اهتراء الشبكة الموجودة وهنا يجب إمكانيات كبيرة من نجمش أن نعوض 200 كيلومتر مثلا سنويا في شبكة فها 55 ألف كيلومتر أمتى مجنوز نجددها يجب نجدد ألف كيلومتر في سنة وممكن أكثر هذي مشكلة كبيرة يسر زادا يجب حل ويجب إمكانيات هذي هو شكرا لك سي حكيم جابتني صحيح شكرا صحيح جابتني سي حكيم الجابتني أستاذ جامعي في الجيولوجيا متخصص في الموارد المائية مدير عام مركز بحوث وتكنولوجيات المياه شكرا على قبول دعوتنا ومن خلال كنتي تحية لكل العاملين في مركز البحوث هذي على مجهوداتهم وبتبيع المجال